بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن أحد أهم منتجات النحل وهو العقبر أو خبز النحل أو صمغ النحل أو بروبوليو أو بروبوليس ومعناها باللاتينية القلعة الحصينة وأطلق عليه أيضا أسم الدواء السحري العقبر منتج طبيعي لونه قاتم يملك العديد من الفوائد والتي فعلا يصعب حصرها سوف نحاول أن نقدم لكم بشكل مختصر والإحاطة بأهم فوائده وطرق استعماله تابعونا بعد الفاصل لنتعرف أولا ما هو العقبر العقبر أو صمغ النحل هو مادة ينتجها النحل عن طريق تجميع مواد صمغية من قلف الأشجار وبراعمها وبعد معالجتها بطرق خاصة وإضافة بعض الإفرازات يخرجها النحل من بطونه ويتدرج لون صمغ النحل بين اللون الأصفر والبني إلى البن المخضر حسب المصدر النباتي كما لون العسل له رائحة زكية كرائحة الفانيلا وإذا أحرق أصدر رائحة عطرية ممتعة جدا وفي الخلية تقوم جماعات النحل بإضافة مفرزات لعابية مختلفة إلى العقبر كما تضيف إليه شرائح من الشمع الذي تصنعه أيضا بنفسها فيخرج مزيج خاص تستخدمه النحل بطريقتين الأولى في تثبيت خلية النحل ودعمها وإغلاق الثقوب والفوهات التي فيها ثانيا كمادة حامية لخلية النحل تقف سدا منيعة ضد دخول تلك الجراسيم والفطريات إلى الخلية كما يستعمل النحل هذا العقبر لتضيق مداخل خلاياه في فصل الشتاء والحماية من البرد وكذلك في لسق الإطارات الخشبية الخاصة بخلية النحل وفي تثبيت الأقراص الشمعية في سقوف جحوره التي يسكنها في الجبال أو في الأشجار ويستخدمه النحل أيضا في تحنيط الحشرات والكائنات التي تغزو خلاياه مثل الفئران والوزخ والدبابير وغيرها بعد أن يقتلها وبوخزه بآلة اللسع فيوطيها بطبقة من العقبر ليمنعها من التحلل ثم بطبقة من الشمع الذي يفرزه حتى لا تفسد هذه الكائنات جو الخلية كما تحمل بيض الذي تضعه الملكة وذلك باطلاء جدران مكان وضع البيض ومواليدها في أطوار النمو والتحول من مسببات الأمراض كالجرافيم والفطريات وكما يستخدمها النحل كعلاج له كما ذكرنا فالإنسان يستطيع أن يستخدمها كويقاية وعلاج من الكثير من الأمراض فهي تدعم الخط الدفاع الخاص الموجود في الجسم وتدعم كريات الدم البيضاء بحيث أنها تجعلها أقوى وقادرة على مجابهة أي مرض أو بيروس أو بكتيريا ويقول الخبراء أن العقبر موجود منذ أكثر من 54 مليون عام وأنه استخدم من قبل الإنسان لآلاف السنين واستعمل أبو قراط العقبر كمرهم في علاج الجروح والقروح يملك العقبر فوائد كثيرة في شفاء القروح وتخفيف التورمات وتضطرية المناطق القاسية واستعمل العقبر في القرون الوسطى كمادة مضادة للالتهابات وخاصة جوف الفم ومضاد لقلح الأسنان كما استعمل أيضا في علاج الزكام وآلام المفاصل ومن إحدى العادات المتبعة في ذلك الحين أن توضع كمية قليلة منه على سرة المولود الجديد يعتبر عقبر النحل من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية على الإطلاق لذلك زاد التركيز عليه في الآونة الأخيرة وقامت العديد من شركات الأدوية بتعليبه وتقديمه للمستهلكين بسبب زيادة الطلب عليه لعلاج الأمراض المختلفة خصوصا وهو يرفع من درجة مناعة الجسم ضد الإصابة بالعوامل الممرضة ويتميز العقبر أيضا عقبر النحل بأنه مضاد حيوي طبيعي فعال وقوي يمكن مزج كمية من عجينة العقبر مع قليل من العسل أو البلرسيرين على شكل قطارة صغيرة أو قطارة صغيرة يأخذ منها ثلاث قطرات كل يوم في الصباح ليعمل على تنشيط الجسم وتقوية المناعة بشكل كبير هو مفيد جدا في حالات التهاب البلعوم والقصبات وأيضا في حالات السعال وأمراض الحنجرة ويستعمل أيضا في تطهير المعدة وإزالة الرائحة الكريهة منها مما سبق ذكره سنلخص لكم أهم مميزات العقبر 1- مضاد حيوي طبيعي ذو قدرة فائقة لقتل كثير من أنواع الفطريات والبكتيريا 2- مضاد فطري ومضاد فيروسي قوي 3- يدخل في تركيب المطهرات بالعمليات الجراحية 4- علاج الجروح والقطوع والتسلخات والحروق ويساعد على تكوين الأنسجة وسرعة التئام الجروح 5- مفيد للتهابات المفاصل والحمة الرومة الزمية وعلاج التهابات الجهاز العضلي المفصلي 6- مقاومة بعض الأمراض الجلدية ويمنع تكوين سرطان الجل 7- علاج أمراض الفم والأذن والحنجرة والأنفلونزا 8- علاج بعض أمراض المعدة وقرحة المعدة والإثنى عشر والقولون ومقاوم لسرطان القولون 9- علاج ناجح لأمراض الغدة الدرقية 10- علاج الأجزمة المزمنة 11- قتل الخلايا السرطانية ووقف نشاطها 12- هو مميز في إزالة رائحة الفم الكريهة 13- فعال جدا ومجرب في علاج الناسور العصصي بدون عمل جراحي بتطبيق المرهم على المكان يوميا لمدة شهر 14- له العديد من الفوائد لعلاج تساقط الشعر ومعالجة حب الشباب وبعض مشاكل البشرة 15- مقوي طبيعي ويساهم في تقوية الجهاز التناسلي ويعد من الأدوية الفعالة لأمراض العقم ملاحظة ليس هناك نسب ثابتة لمكونات العقبر لبروبوليس بشكل دائم فهي تختلف من خلية إلى أخرى ومن مكان لآخر شأنه شأن أغلب منتجات النحل إلا أنه بشكل عام يتكون من 45% رتنجات يعني مواد صنغية وبلسا 30% من الشمع 10% زيوت أساسية وعطرية 10% مركبات عضوية وأحماض أمينية ومعادن 5% غبار طلب ويحتوي العقبر البروبوليس على أكثر من 400 مركب كيميائي منها السكريات والأحماض الأمينية وأحماض عطرية وأحماض دهنية ومنشطات وسنستعرض على الشاشة أمامكم أهم المركبات المميزة التي عرفت في العقبر وسنضعها أيضا في صندوق الوصف استخدامات عقبر النحل بشكل عام استخدامات عقبر النحل كثيرة متنوعة قديمة منذ فجر التاريخ وانتشر انفشارا واسعا في العقدين الأخيرين في جميع أنحاء العالم فهو يستخدم كمرهم مضاد حيوي طبيعي ضد أنواع من الفيروسات والبكتيريا والجراثيم كذلك كمخدر موضعي على الجروح أو الحروق أو الخرجات كما تمت إضافته للسكاكر أو العلك لمعالجة آلام والتهابات الحنجرة ومقاومة تسوس الأسنان لاستساغته خصوصا عند الأطفال وأضيف الغسول مضمضة ليعالج مشاكل الأسنان واللثة حيث يفضله كثير من أطباء الأسنان خصوصا بعد عمليات الجراحة السنية والفكية لأنه ليس له مشاكل أو تأثيرات جانبية كما استخدم العقبر في معالجة الحروق والجروح العميقة والخارجية لا سيما عند المصابين بمرض السكري فيعد مقاوما للغرغرينة حيث يمنع ظهورها ويحد من انتشارها بات العقبر اليوم أفضل علاج لمعظم الحساسيات والتهيجات الجلدية كما يقضي على معظم الفطور والبثور التي تصيب الجلد والبشرة لاحتوائه على مركبات عديدة مفيدة جدا ومغذية ومطرية ومعقمة وتزيد مسامية البشرة فيعتبر مادة مهمة في شد الجلد لذلك أضيف العقبر إلى الشامبو والصابون والمراهم الجلدية والمراهم التجميلية وجل الشعر ومعاجين الأسنان كما أضيف العقبر إلى تركيب مستحضرات علاجية أو تجميلية طبيعية من زيوت ومساحيخ نباتية أثبتت وجودها في الأسواق من خلال فعاليتها الجيدة فباتت منتشرة في العالم العربي بشكل واسع في السنوات الأخيرة كما استخدم على شكل عصرات مرهمية للقضاء على الناسور العصصي والتهابات البواسير بفعالية عالية جدا فاقت جميع نظيراتها الكيميائية وغيرها المستخدمة في هذا المجال بل تفوقت على العمليات الجراحية في الشفاء التام منها لقد قدمنا لكم نبذة عن العقبر تعريفه وصفاته ومكوناته واستخداماته وسنتحدث في فيديو قادم عن تركيب ومكونات قطرة العقبر ومرهم العقبر وطرق استخدام العقبر لحل مشاكل الجلد والبشرة والحروب والجروح وأيضا آخر الأبحاث على العقبر في علاج الخلايا السرطانية حبا يبنى ننتظر رأيكم بتعليقكم على هذا الموضوع للإسفار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل فيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم ومثلتكم بنا من راحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته